السؤال الأول عن مولد أمير المؤمنين في الثالث عشر من شهر رجب هذا السؤال وجه إلي سابقا في العديد من المناسبات وأجبت عليه تارة بالإجمال وأخرى بالتفصيل وقد وردتني عدة رسائل خلال أيام شهر رجب مضمونها البحث عن مدى دقة هذا التأريخ هل فعلا هذا التأريخ هو تأريخ دقيق صحيح لمولد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهذا ما سأحاول أن أجيب عليه في هذه الحلقة لكنني قبل أن أدخل في تفاصيل جوابي هذا السؤال أريد أن أشير إلى قضية خطيرة ومهمة جدا على الأقل من وجهة نظري لو سألتموني ما هي نسبة التحريف في دين مراجع حوزة الطوسي أقولها لكم بصراحة تتفقون معي تختلفون معي تلك مشكلتكم تتعجبون من هذا الأمر تستغربون منه هذا شيء راجع إليكم من خلال تتبعي في عقود من الزمان لهذا الموضوع وصلت إلى نتيجة واضحة بالنسبة لي من أن دين مراجع حوزة النجف وكربلاء دين محرف بالكامل بدرجة دين مراجع حوزة النجف وكربلاء دين محرف بالكامل قطعا السبب الأكبر في هذا التحريف هم مراجع النجف وكربلاء عملية التحريف عملية تراكمية ولا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع ولو سألتموني كم استطعت أن تؤشر على مواطن التحريف من خلال هذه المسيرة الطويلة ما بين التدريس والتبليغ والمحاضرات والإعلام والتعليف وا استطعت أن أؤشر على ما يقرب من 20% مما حرف من هذا الدين وأتحدث هنا عن إشارة إجمالية فبعض الموضوعات أشرت إليها إشارة عابرة ولم أتوقف عندها مجموع ما أشرت إليه من مواطن التحريف في هذا الدين خلال هذه المسيرة الطويلة يقرب من 20% مما حرف من هذا الدين قطعا بعض الإشارات تفصيلية وبعض الإشارات إجمالية وبعض الإشارات عابرة خاطفة سريعة ربما لا يلتفت إليها المتلقي ولو سألتموني كم هي النسبة مما تحدثت عنه بالتفصيل مما حرف من هذا الدين أستطيع أن أقول جازما من أنني تحدثت عن خمسة بالمئة خمسة بالمئة تحدثت عنها بالتفصيل وذكرتها كرارا ومرارا لأنني أعتقد أهميتها وأستشعر أولويتها ولهذا أكررها وأعيدها وأتحدث عن تفاصيلها في كل مرة من حيثية من الحيثيات إذا أردت أن أغالي فإنني لا أتجاوز العشرة بالمئة أقصى حد يمكنني أن أضعه لما تحدثت عنه بالتفصيل لا يتجاوز العشرة لكنني متأكد قطعا من أنني قد تحدثت بالتفصيل وكررت الكلام وشرحته وبينته ما يصل إلى خمسة بالمئة لهذا السبب فإنني كرارا ومرارا أقترح أطالب أن نؤسس جامعة أن يكون هناك مركز للإفتاء أن يكون هناك مركز لتحديد المناسبات وإصدار التقاويم الشرعية على مستوى الأيام أو على مستوى التوقيت الساعات بالنسبة للصلوات أن يكون هناك مركز للدراسات الستراتيجية أن يكون هناك مركز للطباعة والترجمة والنشر أن نؤسس مكتبة شيعية جديدة أساسها قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم هذه الأمور اقترحتها دعوت إليها طالبت بها عبر السنين حتى أعرضت عنها الآن لو أن هذا الذي تحدثت عنه تحقق على أرض الواقع لكان بإمكاننا في ظرف عشرين سنة أن نصحح ولو بالمقاربة مما حرف من ديننا ما يقرب من خمسين بالمئة أما الخمسون الباقية إما أن يظهر إمامنا وحينئذ لا حاجة لنا ولا لمؤسساتنا ولا لتصحيحنا وإما أن تترك للأجيال القادمة إذا ما وفقت لتصحيح ما بقي من تحريف في هذا الدين وإلا فإننا لسنا قادرين على أن نصحح التحريف كله لأن التحريف منتشر في كل أجزاء ديننا من أوله إلى آخره ومن آخره إلى أوله ومن ظاهره إلى باطنه ومن باطنه إلى ظاهره الطوسي وحوزته حرفوا الدين بالكامل ولا زال مراجع السقيفة بني طوسي مستمرين على هذا التحريف ولا أعتقد أنهم سوف يتراجعون عن تحريفهم لهذا الدين سيستمرون مثل ما استمر الذين سبقوهم وماتوا على ذلك سيستمرون هؤلاء ويموتون وسيأتي الذين من بعدهم على نفس منهج الضلال والتحريف هذا كارثة كبيرة كارثة كبيرة كل هذا الجهد وكل هذه السنين وكل هذا العمل استطعت استطعت أن أتحدث بالتفصيل عن نسبة خمسة بالمئة مما حرف من هذا الدين لهذا السبب دائما أقول لكم لا تتبعوني ولا أريد أتباعا ولا أريد أن ألعب لعبة التابع والمتبوع البعض قد يتصور هذا للاستهلاك الإعلامي وحق الزهراء ليس كذلك لأنني لا أريد أن يتبعني أحدا على دين محرف الدين الذي أنا أدين به دين محرف حاولت أن أصحح بقدر ما أستطيع حينما أشرح لكم النصوص أكون مضطرا أن أستعمل المفردات والمفاهيم المحرفة لأن المتلقي ثقافته محرفة فماذا أصحح وإلى أي قضية أشير إليها إنما أشير إلى الأمور الأهم وإلى الأولويات الأعلى رتبة في هذا الدين لذا أقول لكم دائما أنتم تأكدوا بأنفسكم لأنني لا أريد أن أتحمل مسؤولية أحد أنتم تأكدوا بأنفسكم مما أقول ودائما أقول لكم أحترموا عقولكم وحكموا عقولكم حتى تقع المسؤولية عليكم أنا لا أريد أن أتحمل مسؤولية أحد من الناس فهذا الدين دين محرف بالكامل وما استطعت أن أشير إلى موارد التحريف فيه فإنني أشرت إلى خمسة بالمئة بشكل مفصل هذه هي الحقيقة المؤلمة وهذا هو الواقع المحسن لقد اقترحت وتوسلت بكم عبر السنين أن نفتح هذه المؤسسات التي أشرت إليها قبل قليل كي نستطيع أن نصحح ما نستطيع أن نصحح أقولها لكم من الآخر مؤسسة القمر للثقافة والإعلام والتي جعلتها على شطرين الشطر الأول القمر الفضائية وشطر الثاني القمر للنشر القمر الفضائية ها هي بين أيديكم تواصل عملها ليلة نهار عبر شاشة التلفزيون وعبر أنشطتها على الإنترنت أما القمر للنشر الشطر الثاني من هذه المؤسسة نحاول أن نفعله بقدر ما نستطيع لكن العوائق المادية وقلة الإمكانات إلى غير ذلك من المشاكل التي تحيط بنا هي التي تجعل عملنا بطيئا نحن سنعمل ونعمل ونعمل بقدر ما نستطيع لكننا لن نستطيع أن نفعل الكثير إمكاناتنا محدودة وقتنا محدود نحن بحاجة إلى إمكانات مالية إمكانات بشرية إمكانات على مستوى البنايات والعقارات نحن بحاجة إلى إمكانات كثيرة ليست متوفرة سنعمل بالمتاح وسنعمل بالممكن إلى أقصى حد لكن تبقى هذه الحقيقة من أن الدين الذي أخذناه من مراجع حوزة النجف وكربلاء دين محرف بالكامل بدرجة مئة بالمئة وفي سياق هذا الموضوع يأتي الجواب على هذه الأسئلة التي تدور مضامينها حول مولد أمير المؤمنين في شهر رجب نذهب إلى فاصل احتفال الشيعة في الثالث عشر من شهر رجب على أنه مولد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إذا أردت أن أحدد الزمان الذي انتشرت فيه هذه الاحتفالات فإنني سأشير إلى القرنين الماضيين قبل القرنين الماضيين لم يكن هذا الأمر معروفا سأتتبع لكم الموضوع بنحو سريع لابد أن تعلم من أنه في زمان الحضور زمان وجود أئمتنا قبل ابتداء الغيبة الأولى منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله مرورا ببيعة الغدير فكربلا وما بعد كربلا إلى غيبة إمام زماننا في السنة الستين بعد المئتين من الهجرة في تلك المرحلة لم يكن هناك من احتفالات في مواليد الأئمة أتحدث عن احتفالات جماهيرية لا أتحدث عن احتفاء بالمناسبة وعن اهتمام بالمناسبة المناسبة الاحتفاء بهذه المناسبات والاهتمام بها كان موجودا وعندنا من القرائن ما يشير إلى ذلك فهناك الصيام المندوب الذي ورد ذكره في بعض هذه المناسبات وهناك الزيارات المخصوصة التي وردت عنهم في بعض هذه المناسبات وهناك الأدعية والصلوات الخاصة بهذه المناسبات عندنا العديد من هذه القرائن في زمن الحضور هناك احتفاء اهتمام توجيه لأنظار الشيعة ان يهتموا اهتماما شخصيا او ان يهتموا اهتماما محدودا في اجوائهم مثلما تحدثنا الرواية عن احمد ابن اسحاق القمي الرواية التي تخبرنا عن احتفائه واحتفاله بنحو محدود بمناسبة التاسع من ربيع الاول انا لست بصدد ان اجمع لكم القرائن من الروايات والاحاديث التي تخبرنا عن اهتمام الائمة واهتمام اصحابهم قطعا من خلال توجيه الائمة لهم بهذه المناسبات نحن لا نمتلك احاديث بخصوص كل هذه المناسبات عندنا مجموعة من الاحاديث التي تشرع الصوم المندوب والزيارات المخصوصة والادعية والصلوات وهناك طقوس الفرح من التطيب والاغتسال والملابس الجديدة وغير ذلك هناك طقوس هناك اغسال هناك صلوات مخصوصة هناك ادعية هناك وهناك وهناك كل هذا يحدثنا عن الاحتفاء بهذه المناسبات عن الاهتمام بها وعن احيائها ولكن بنحو شخصي بنحو اسري بنحو محدود في الاوساط الشيعية فلم يكن في زمان الحضور من احتفالات جماهيرية قطعا هذا الاحتفاء والاهتمام سيقودنا حينما حينما تكون الظروف الزمانية والمكانية الى احتفالات جماهيرية هذا امر طبيعي وطبيعي جدا فان الاحتفالات الجماهيرية لم تكن موجودة لان الواقع الذي كان يعيشه الامة وتعيشه الشيعة آنذاك لا يسمح قطعا بمثل هذا الامر خلاصة الكلام في زمن الحضور هناك احتفاء واهتمام واحياء لامر هذه المناسبات الشريفة اتحدث عن المواليد واتحدث عن الشهادات واتحدث عن المناسبات الاخرى التي تلحق بهما هذا واضح لديكم نحن اساسا مأمورون ان نفرح بمحمد واهل محمد على طول الخط ان نفرح بولايتهم ان نفرح اننا على دينهم وساعود الى هذا الموضوع لكن فرحنا بهم يكون مشوبا باحزاننا اذا اذا تتذكرون المقدمة التي كنت ابتدع بها حلقات هذه المجموعة في بداياتها وانا اخاطب امام زماني صلوات الله عليه يا املا يا املا ينساب في سواق الحياة يحمل معه الفرحة المشوبة بالاحزان فرحنا بعد الزهراء مشوب بالاحزان بعد الذي جرى بين الباب والجدار فرحنا مشوب بالاحزان وحينما تمر افراحنا على الغاضريات فماذا ستحمل معها ماذا ستحمل معها من ذكريات الطفوف ومن ذكريات مسيرة السجاد وعمته العقيلة انها رحلة الاحزان بعد كل هذا فهل هناك من فرح يكون صافيا من دون ان يكون مشوبا بالحزن والألم ومرارة الرزية فرحنا واجب بولايتنا لعلي وهذا هو الفرح الحقيقي مبدأ مبدأ من نومنا من نومنا على ولاية علي انه انه نهار عيد وكل ليل نطبق فيه اجفاننا على ولاية علي انه ليل عيد العيد الحقيقي هو اليوم الذي تنقض ساعاته ودقائقه وثوانيه وحب علي يتوهج كالقناديل في قلوبنا هذا هو العيد الحقيقي وهذا هو الفرح الحقيقي نذهب الى فاصل حينما وصلنا الى الغيبة الاولى الحال هو الحال الذي كان زمان عصر الحضور فلم تكن هناك احتفالات جماهيرية في مناسبات الافراح وفي مناسبات الاحزان وانما بقي الامر في دائرة الاحتفاء والاهتمام واحياء الامر على المستوى الشخصي على المستوى الاسري او في حدود تجمعات شيعية بحسب ما يسمح به الزمان والمكان استمرت الغيبة الاولى والتي نعرفها في اجوائنا الشيعية بالغيبة الصغرى استمرت من سنة 260 للهجرة الى سنة الى باب مولد امير المؤمنين صفحة 514 فان الكلين لم يشر الى شهر او الى يوم وانما هكذا قال ولد امير المؤمنين عليه السلام بعد عام الفيل بثلاثين سنة اي بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وآله بثلاثين سنة ولم يشر الى شهر او الى يوم نحن نتحدث عن الكافي نتحدث عن الكليني الذي توفي سنة 328 صحيح من ان الكلينية في مقدمة الكافي قال من انه لم يتوسع تمام تمام التوسع في كتاب الحجة ومن انه سيعود الى هذا الموضوع كي يفرد كتابا مفصلا يكون وافيا بهذا الموضوع على اي حال الكليني من علماء الغيبة الاولى وقد توفي قبل انتهائها بسنة الغيبة الاولى انتهت 329 الكليني على الارجح فانه توفي سنة 328 فالكليني لم يشر الى شهر او الى يوم وهذا يكشف عن ان الاهتمام بهذا الموضوع من جهة تحديد الشهور والايام ما يرتبط بالولادات والشهادات لم يكن واضحا في الاجواء الشيعية وانما هو بحدود الاحتفاء والاهتمام واحياء الامر على المستوى الشخصي لمن كان مهتما بذلك على المستوى الاسري لمن كان مهتما بذلك او في دائرة شيعية محدود لاننا اذا اردنا ان نتتبع بقية الولادات والشهادات فاننا لن نجد تفصيلا واضحا فيما ذكره الكليني ولا اريد ان اتوغل في الموضوع انما جئت بالكليني مثالا مهما عن زمان الغيبة الاولى بدأت الغيبة الثانية 329 للهجرة الظروف السياسية والاجتماعية من نسبة للشيعة في بغداد وغير بغداد لكن الحديث عن بغداد باعتبار ان بغداد عاصمة العباسيين هذا من جهة ومن جهة اخرى فان بغداد مقر الشيعة اذا كان للشيعة من مؤسسة دينية في ذلك الوقت فهي في بغداد واذا كان للشيعة من مرجعية عليا في ذلك الوقت فهي في بغداد ولذا فان الحديث عن بغداد مهم مل وجودهم في سنة ثلاثمية وخمسة وثلاثين دخلوا بغداد سنة ثلاثمية واربعة وثلاثين للهجرة يعني بعد انتهاء الغيبة الاولى بسنوات قليلة ثلاثمية وثلاثمية 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 انتهت الغيبة الاولى وبدأت الغيبة الثانية التي نعرفها في اوساطنا الشيعية بالغيبة الكبرى البويهيون دخلوا الى بغداد وتسلموا الامور سنة ثلاثمية واربعة وثلاثين بدأت الاحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية لشيعة تتغير واخذ البويهيون يحيون المناسبات الشيعية المهمة بنحو جماهيري وبنحو حكومي رسمي تاسعاء عاشراء عيد الغدير الى غير ذلك من المناسبات التي قاموا بإحيائها لكننا لا نجد اشارة واضحة عن يوم لمولد أمير المؤمنين لا نجد احتفالا في شوارع بغداد هذا الذي أتحدث عنه إلا أننا إذا رجعنا إلى كتب علماء الشيعة في تلك الفترة فهناك تشخيص لهذه المناسبات في كتبه هناك بحث متابعة تحقيق لتشخيص تلك المناسبات قطعا بحسب زمانهم وبحسب الإمكانات المتاحة لهم آنذاك على سبيل المثال هذا المفيد وهو المرجع الشيعي الأول بشكل رسمي واضح وعلني صريح في زمان البويهيين كتابه الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير الطبعة الأولى 1428 هجري قمري قم المقدسة جاء في صفحة 13 وعنوان الباب باب الخبر عن أمير المؤمنين جاء فيه ولد بمكة في البيت الحرام يوم الجمعة الثالث عشر من رجب سنة ثلاثين من عام الفيل إلى آخر الكلام المفيد المفيد متى توفي 413 للهجرة وهو المرجع الرسمي الأول عند الشيعة لا يعني أن شيعة ليس لهم من مراجع قبل المفيد أنا أتحدث عن مرجع رسمي علني وواضح للجميع إنه المفيد الذي توفي سنة 413 للهجرة كتابه الإرشاد يشخص تفاصيل ولادة الأمير هذا يشير إلى أن علماء الشيعة بدأوا يبحثون عن الأيام والشهور وعن التفاصيل الدقيقة فيما يرتبط بالولادات والشهادات وسائر المناسبات وأخذوا يؤلفون كتب الأدعية والمزارات والتي يشيرون فيها إلى هذه المناسبات هذا الأمر بدأ في هذه الفترة لكن هل هناك من احتفالات جماهيرية في الشوارع والأسواق مثلما كان هناك احتفال بعيد الغدير الاحتفال بعيد الغدير كان كان يكون علنيا في بغداد أيام البويهيين من هنا الوهابيون وأمثالهم يقولون من أن عيد الغدير ومن أن الاحتفال فيه بدعة جاء بها البويهيون الاحتفال بعيد الغدير وطقوس عيد الغدير موجودة منذ زمان عيد الغدير لكن الظروف الزمانية والمكانية لم تكن متوفرة على أي حال نحن لا نريد أن نناقش هؤلاء ما حلقتنا بهم هم أحرار فيما يقولون ونحن أحرار فيما نقول المفيد هنا شخص بالتفصيل ما يرتبط بهذه المناسبة ولد بمكة في البيت الحرام يوم الجمعة الثالث عشر من رجب سنة ثلاثين من عام الفيل واستمر في حديثه في هذا الاتجاه لكن المفيدة لم يشر إلى المصدر الذي نقل منه هذه المعلومة وإنما نقل المعلومة وأثبتها في كتابه كثير من الشيعة اعتمدوا على كلام المفيد في زمن المفيد لأنه المرجع الأعلى وما بعد المفيد لأهمية هذه الشخصية في أجوائنا الشيعي لكن المفيد لم يبين لنا من أين جاء بهذه المعلومات من بعد المفيد يمكننا أن نجد الكراجكي وهو أبو الفتح محمد ابن علي الكراجكي وهناك من يقرأه الكراجكي 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 في كتابه كنز الفوائد وأنا أقرأ عليكم من الجزء الخامس والثلاثين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان المجلس نقل في هذا الجزء عن كنز الفوائد للمحدث الكراجكي نقل رواية وهذه الرواية طويلة في صفحة التاسعة والثلاثين رقم الحديث ثمانية وثلاثين نقله عن كنز الكراجكي روا المحدثون وسطر المصنفون منهم نحن لا ندري الكراجكي هذا توفي سنة أربعمية وتسعة وأربعين للهجرة يعني في فترة مقاربة للمفيد المفيد توفي سنة أربعمية وثلاثة عشر للهجرة الكراجكي توفي سنة أربعمية وتسعة وأربعين للهجرة روا المحدثون وسطر المصنفون أن أبا طالب وامرأته فاطمة بنت أسد رضوان الله عليهما إلى آخر الرواية التي هي رواية طويلة إلى أن نصل إلى الصفحة الثالثة والأربعين وجاء في الحديث أنها دخلت الكعبة على ما جرت به عادتها فصادف دخولها وقت ولادتها فولدت أمير المؤمنين داخلها وكان ذلك في النصف من شهر رمضان ولرسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثون سنة على الكمال بحسب هذه الرواية التي لا نعرف من أين قد نقلها الكراجك في النصف من شهر رمضان وجاء في الحديث أنها دخلت الكعبة إلى أن وصلنا إلى هذا الكلام وكان ذلك في النصف من شهر رمضان ولرسول الله ثلاثون سنة على الكمال لا نستطيع أن نعد هذا رواية صريحة كاملة واضحة لأن الكراجك في البداية قال روى المحدثون وسطر المصنفون فهل هذا الجزء مما رواه المحدثون ومن هم وعما قد نقلوا كلامه أم هذا مما سطره المصنفون المصنفون يحسطرون ولا نعرف من أين جاءوا بتصطيرهم هذا قول آخر لا نعرف مصدره بالضبط كالقول الذي ذكره المفيد نحن لا نعرف مصدره قول أن نقول من أن ما نقله المفيد قد جاء عنه ولا نستطيع أن نقول من أن ما نقله الكراجكي قد جاء عنه نحن نحن نتحدث عن بدايات عصر الغيبة الثانية فالمفيد توفي سنة 413 والكراجكي توفي سنة 449 ننتقل بعد ذلك إلى الطوس وطوس يمثل مرحلة جديدة بالنسبة للشيعة خصوصا بعد انتقاله إلى النجاف ماذا جاء في كتب الطوس هذا مصباح المتهجد وسلاح المتعبد من الكتب المعروفة للطوس الطوس متى توفي توفي سنة 460 للهجرة متى انتقل إلى النجاف ودخلت الشيعة مرحلة جديدة انتقل إلى النجاف سنة 448 للهجرة حينما أسس حوزة النجاف هذا الكتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد من كتب الأدعية والزيارات هذه الطبعة على نسخة قديمة وقد حدثتكم عنها في حلقات ماضية حينما كنت أبين من أن القراءة الصحيحة في زيارة الزهراء وصدقناك أو أنها وصدقناك والزيارة الصحيحة والقراءة الصحيحة صدقناك مثل ما مر علينا بحسب الطبعة هذه صفحة 782 في آخر الصفحة فصل من الزيادات في ذلك روى صفوان الجمال عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق روى صفوان الجمال عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال ولد أمير المؤمنين في يوم الأحد لسبع خلون من شعبه هذه روايته بحسب الطوس هذه رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بحسب الطوس ما نقله المفيد من تأريخ نقله من دون ذكر المصدر وما نقله الكراجك كذلك نسبه إلى رواية المحدثين وتصطير المصنفين فليس هناك من مصدر واضح الطوس هنا في مصباح المتهجد روى لنا رواية عن صفوان الجمال عن إمامنا الصادق من أن أمير المؤمنين ولد في يوم الأحد وكان يوم الأحد هذا هو السابع من شهر الشعب واستمر الطوسي وروا الحسين بن يزيد عن جعفر بن محمد عن إمامنا الصادق ولد الحسين بن علي عليهم السلام لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربعة من الهجرة هذا التأريخ يخالف التأريخ المعروف والذي ورد فيه روايات أخرى أنا لا أريد أن أتحدث عن مولد الحسين هنا لكنني أقول مثلما نقل الطوسي هذه الرواية في ولادة الحسين وهي تختلف عن الذي نعرفه في الروايات الأخرى عنهم والتي نعتمدها عمليا لما جاء فيها من طقوس وأدعية معينة فولادة الحسين في الثالث من شعبا فهناك خلل في هذه الرواية ولد الحسين بن علي لخمس ليال خلون من شعبا الرواية فيها خلل قطعا هذا الخلل إما أن يكون بحسب الراوي أو بحسب الطوسي فكتب الطوسي فيها خلل كبير لابد أن نعرف من أن الكتب الشعية أحرقت في بغداد وانتقل الطوسي إلى النجف وأعيدت كتابة تلك الكتب في النجف وحدث فيها خلل كبير خلل متعمد خلل ليس متعمدا هذا موضوع خارج عن بحثنا الآن فمثل ما حصل خلل في هذه الرواية ربما حصل خلل في رواية ولادة الأمير ما يدرينا ما يدرينا لكنها في الآخر رواية ليس كالتأريخ الذي ذكره المفيد وليس كالتأريخ الذي ذكره الكراجك ولد أمير المؤمنين في يوم الأحد لسبع خلون من شعبان هذا في مصباح المتهجد وسلاح المتعبد وهذا الكتاب مؤلف قبل هذا الكتاب الأمالي الأمالي هي مجموعة المجالس التي كان يتحدث فيها الطوس لتلاميذه حينما كان في النجف وجمعت في هذا الكتاب جمعها ولده جمعها غير ولده جمعت هذه المجالس في هذا الكتاب الأمالي الأمالي للطوس آخر المجالس التي عقدها في النجف جمعت في هذا الكتاب هذه الطبعة طبعة دار الثقافة قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة الطبعة الأولى ألف أربعمية وأربعة عشر هجر قمري قم المقدس بحسب هذه الطبعة صفحة سبعمية وستة هناك حديث طويل رقم الحديث ألف خمسمية ودعش البعض نسب الكتاب إلى ابن الطوس هذا الكلام ليس صحيحا هذا الكتاب كتاب الطوس ولذا نرى في أيامه الأخيرة كان متعبا وكان مريضا أتحدث عن الطوس فإن المجالس في آخر الكتاب ستكون قصيرة وقصيرة جدا بينما المجالس في أول الكتاب مجالس طويلة وطويلة جدا إنما صارت مجالسه قصيرة لأنه كان متعبا وكان مريضا في آخر أيامه فكانت مجالسه قصيرة جدا فالكتاب للطوس وليس لولدي وهناك العديد من القرائن لست بصدد الحديث عن هذا الكتاب صفحة سبعمية وستة رقم الحديث الف خمسمية ودعش هذا الحديث منخول عن إمامنا الصادق عن آبائه صلوات الله عليه حديث طويل هذا هذا الحديث حديث يحدثنا به إمامنا الصادق عن العباس ابن عبد المطلب عن عم رسول الله صلى الله عليه وعلم والحديث عن ولادة أمير المؤمنين صفحة سبعمية وتسعة فلما كان اليوم الثالث فلما كان اليوم الثالث من ولادة أمير المؤمنين وكان العاشر من ذي الحجة هذا يعني أن أمير المؤمنين ولد في الثامن من ذي الحجة فلما كان اليوم الثالث وكان العاشر من ذي الحجة أذن أبو طالب في الناس أذانا جامعا دعاهم وقال هلموا إلى وليمة ابن علي أقام طعاما في مناسبة ولادة الأمير صلوات الله وسلامه عليه الذي نريده هنا فلما كان اليوم الثالث وكان العاشر من ذي الحج الرواية هذه طويلة مفصلة نقلها الطوسي في كتابه الأمال إنه مجلس يوم الجمعة الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة سبع وخمسين وأربعمائة فيه أحاديث ابن شاذان القمي وابن وابن الصلت الأهوازي وهذا الحديث من أحاديث ابن شاذان القمي قال ابن شاذان وحدثني إبراهيم ابن علي بإسناده عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن آبائه صلوات الله عليهم قال كان العباس ابن عبد المطلب إلى آخر الحديث إلى أن يأتي الكلام فلما كان اليوم الثالث وكان العاشر من ذي الحج أذن أبو طالب في الناس أذانا جامعا وقال هلم إلى وليمة ابن علي هذه رواية إذن هناك رواية نقلها الطوس في مصباح المتهجد عن صفوان الجمال عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن ولادة الأمير في السابع من شعبان وهنا رواية نقلها عن إمامنا الصادق أيضا من أن ولادة الأمير في الثامن من ذي الحج هذا الاختلال هذا الاختلال ما رده إلى الرواة ما رده إلى الطوسي الذي كتبه بشكل عام مختلة ما رده إلى مشكلة إحراق الكتب الشيعية في بغداد وإعادة وإعادة كتابتها في النجف بعد سنة أربعمية وثمانية وأربعين وتعرضت لتحريف متعمد في بعض الأحيان ولتحريف غير متعمد في أحيان أخرى وأعتقد أن المشكلة واضحة واضحة جدا نذهب إلى فاصل يمكنني أن أقول من خلال التتبع في كتب المكتبة الشيعية إلى زمان الطوسي الذي توفي سنة أربعمية وستين للهجرة لم تكن هناك احتفالات جماهيرية بمولد أمير المؤمنين أو بسائر المواليد الأخرى ويمكنني أن أقول من أن ابن طاوس هو من أكثر علماء الشيعة في القرون المتقدمة اهتماما بهذه المناسبات فهذا واضح في كل كتبه كان مهتما بهذه المناسبات الكتاب الذي بين يدي اقبال الأعمال وهو من أشهر كتبه وأيضا من آخر ما كتب في حياته أنني أتحدث عن رضي الدين ابن طاوس نحن عندنا عديدون معروفون بين علماء الشيعة ب ابن طاوس عندنا جمال الدين ابن طاوس وعندنا غياث الدين ابن طاوس وعندنا رضي الدين ابن طاوس وعندنا وعندنا أتحدث عن رضي الدين ابن طاوس علي بن موسى بن جعفر الحسني الداودي الحلي اقبال الأعمال هذه الطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان الطبعة الأولى المصححة 1996 ميلاد إذا ما ذهبنا إلى صفحة 155 في معرض حديثه عن ليالي وأيام شهر رجب يقول وروي أن يوم ثالث عشر رجب كان مولد مولانا علي بن أبي طالب في الكعبة قبل النبوة باثني عشر سنة الملفت للنظر ما قاله ابن طاوس ورويه ورويه قد يقول قائل ورويه عنهم صلوات الله عليه وقد يقول قائل ورويه في كتب السير والتأريخ مثل ما قال الكراجكي أنه حدث المحدثون وسطر المصنفون مر علينا الكلام ورويه ربما يراد ورويه عنهم صلوات الله عليه وهذا هو الموطن الوحيد في الكتب التي بين أيدينا ربما نجد كتبا أخرى لا أدري لكن في الكتب التي بين أيدينا هذا هو الموطن الوحيد الذي قيل عن تأريخي الثالث عشر من شهر رجب جاء في رواية ولكن الكلام مجمل هل أن ابن طاوس يتحدث عن رواية عنهم صلوات الله عليه أو أنه يتحدث عن رواية مما جاء في كتب المؤرخين من مؤرخي الشيعة أو من مؤرخي المخالفين على حد سواء فلربما يشير إلى ما جاء في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد فهذا الكتاب كتاب تأريخ وكتاب سيرة لكن هناك أمر لا بد أن أشير إلي نحن في كتاب رواية إقبال الأعمال كتاب أدعية وسنن وزيارات وآداب كتاب روايات كتاب حديث وابن طاوس في مثل هذه الكتب حينما يقول وروية فإنه يشير إليهم صلوات الله عليه على الأقل هذا ما أستطيع أن أطمئن إليه بدرجة من الدرجات خصوصا وإن الكلام جاء في هذا السياق إذا ما ذهبنا إلى بداية الفصل فصل فيما نذكره من فضل صوم ثلاثة عشر يوما من رجب روينا ذلك بإسنادنا إلى أبي جعفر ابن بابوي أبو جعفر ابن بابوي هو الصدوق روينا ذلك بإسنادنا إلى أبي جعفر ابن بابوي إنه محمد ابن علي ابن بابوي الصدوق روينا ذلك بإسنادنا إلى أبي جعفر ابن بابوي في كتاب ثواب الأعمال وهو من كتب الصدوق بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله قال ومن صام من رجب إلى آخر ما جاء في هذه الرواية وما إن تنتهي هذه الرواية يأتي كلام ابن طاوس وروي أن يوم ثالث عشر رجب كان مولد مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام في الكعبة فالكتاب كتاب رواية كتاب حديث كتاب أدعية وزيارات والفصل الذي جاء فيه هذا الكلام ابتدأ برواية تعود إلى رسول الله وما إن أتم الرواية قال وروي أن يوم ثالث عشر رجب كان مولد الأمير صلى الله عليه هذه القرائن مع أسلوب ابن طاوس في كتبه تشعر أن الكلام قد وجده ابن طاوس مروياً عنهم ولكن قد تقولون هل تقطع بذلك أقول إنني لا أقطع بذلك فليس هناك من تدفع بالإنسان إلى درجة من الإطمئنان لكننا لا نستطيع أن نقطع بعبارة أخرى لا نستطيع أن نقول من أن رواية صريحة واضحة وردت عنهم في هذا التاريخ لكن القرائن التي أشرت إليها قد تكون مقبولة إلى الحد الذي يمكن الإطمئنان إليها بدرجة من الدرجات هذه معلومة هذا معطا من المعطيات نضعه إلى جانب المعطيات المتقدمة وابن طاوس متوفى سنة ستمية واربعة وستين للهجرة تلاحظون أن الكليني المتوفى سنة ثلاثمية وثمانية وعشرين لم يشر حينما تحدث عن ولادة الأمير لا إلى شهر ولا إلى يوم المفيدة المتوفى سنة أربعمية وثلاثة عشر أشار إلى الثالث عشر من شهر رجب من دون أن يذكر المصدر الكراجكي في الرواية تحدث عن شهر رمضان ومر الكلام علينا قبل قليل ولكن كلامه أرجعه إلى المحدثين وإلى المصنفين لا نعرف مصدره بالضبط الطوسي ذكر روايتين مختلفتين في مصباح المتهجد ذكر رواية عن الإمام الصادقي من أن ولادة الأمير صلوات الله عليه في السابع من شعبان بينما في الأمال ذكر رواية عن الصادق أيضا الكلام كان واضحا فيها من أن ولادة الأمير كانت في الثامن من ذي الحج الطوسي توفي سنة 460 والكراجك سنة 449 والمفيد سنة 413 والكلين سنة 328 إلى أن وصلنا إلى ابن طاوس صاحب إقبال الأعمال حين تحدث عن تأريخ الثالث عشر من شهر رجب قال وروي نسبه إلى الرواة القرائن قد تشير إلى رواة الحديث عنهم صلوات الله عليهم لكننا لا نملك دليلا قطعيا على ذلك ابن طاوس توفي سنة 664 للهجرة إلى هذا التأريخ نحن لا نتلمس شيئا من أن الشيعة كانت تقيم احتفالات جماهيرية واسعة في الشوارع في الأسواق في المراكز العامة بمناسبة ولادة أمير المؤمنين وإنما بقي الحال مستمرا على الاحتفاء والاهتمام وإحياء الأمر وعلى الطقوس والزيارات والأدعية والعبادات بحسب ما هو مفصل في جوامع الأدعية والزيارات في الكتب التي اجتملت على الأدعية والطقوس والعبادات وأعمال الأيام والشهور إلى أن وصلنا إلى المجلس والمجلس توفي سنة 1111 على ما هو مشهور هناك من يقول من أنه توفي سنة 1110 الفارق ليس كبيرا لكن على المشهور توفي سنة 1111 وهو من علماء العصر الصفوي في الجزء الخامس والثلاثين من بحار الأنوار من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الباب الأول وهو الباب الذي يتحدث فيه المجلس عن ولادة أمير المؤمنين الأقوال التي ذكرتها لكم موجودة في هذا الباب لكنني أردت أن أتتبعها من مصادرها العصلية في الصفحة السابعة رقم الحديث العاشر المجلس يقول أقول وقد قيل إنه عليه السلام الحديث عن الأمير ولد في الثالث والعشرين من شعبا لا نعرف المصدر وقد قيل من الذي قال لا ندري وقد قيل إنه عليه السلام ولد في الثالث والعشرين من شعبان إلى زمان المجلس والمجلس كان شيخ الإسلام في الدولة الصفوية الدولة الصفوية متى أسقطها الأفغان وهذا هو سبب العداء بين الإيرانيين والأفغانيين لأن الأفغانيين هم الذين أسقطوا الدولة الصفوية وذبحوا العائلة المالكة حكاية طويلة سقطت الدولة الصفوية سنة 1135 سقطت إصفهان العاصمة بيد الأفغان المجلس يتوفي سنة 1111 فهو كان يعيش في أخريات سني الدولة الصفوية 1111 توفي المجلس الدولة الصفوية سقطت 1135 أتحدث عن التواريخ الهجرية وآخر سلاطينها حسين الصفوي شاه حسين الصفوي آخر سلاطيني سلاطيني الدولة الصفوية والذي توجه المجلس الشيخ المجلس هو الذي توجه شاه حسين الصفوي وتوفي المجلس 1111 إلى وفاة المجلس نحن لا نتلمس من خلال المعطيات لا نتلمس إشارات لا نتلمس قرائن تشير إلى أن الشيعة كانوا يحتفلون احتفالات جماهيرية بمولد الأمير بينما في عيد الغدير الاحتفالات الجماهيرية كانت موجودة على الأقل بحسب الطلاع بحسب المعلومات التي أعرفها ربما توجد معلومات أخرى لا أحيط بها علما ذلك موكورة لمواردها وأنا أتحدث بحدود معلومات وبحدود ما اطلعت عليه من كتب التأريخ ومن كتب الحديث ومن كتب الفقه التي يمكنني أن أجد فيها الإشارات والقرائن التي ترتبط بهذا الموضوع لكن يمكنني أن أقول من أن القول المنتشر في كتب علماء الشيعة هو الذي ذكره المفيد من أن أمير المؤمنين ولد في الثالث عشر من شهر رجل هذا القول قول منتشر في أكثر كتب العلماء من جميع أنواعها ما هو في باب التأريخ ما هو في باب الحديث ما هو في باب الأدعية والزيارات وما هو في باب الفقه ففي بعض الكتب الفقهية قد يشيرون إلى مثل هذه التواريخ التأريخ الأشهر في كتب علمائنا هو هذا لكنني لم أجد واحدا منهم ينسب هذا التأريخ إلى رواية إلى حديث إلى كلام منقول عنهم صلوات الله عليهم إلا ما جاء في إقبال الأعمال لابن طاوس بقوله روية بقوله روية ومن خلال القرائن التي ذكرتها لكم يمكن أن نقول على سبيل الظن على درجة من درجات الإطمئنان فالإطمئنان ظن الإطمئنان درجة عالية من الظن يمكننا أن نقول من أن القرائنة قد تشير إلى أن ابن طاوس قد عثر على رواية عنهم صلوات الله عليهم في هذا التأريخ ومن هنا قال وروية وهذا ظن لا نستطيع أن نقطع به الأمر لا يتوقف عند هذه التواريخ أنا لا أريد أن أتتبع الموضوع في كل المصادر فإن الكلام سيطول لكنني جئتكم بأهمها النتيجة التي نصل إليها النتيجة التي نصل إليها هناك قول شائع منتشر في كتب علماء الشيعة من أن الأميرة صلوات الله عليه ولد في الثالث عشر من شهر رجل لكن القول هذا لم ينسبه أحد منهم إلى الأئمة صلوات الله عليه باستثناء قول مظنون عند ابن طاوس في إقبال الأعمال حينما قال ورويه ولا نستطيع أن نقطع به هناك روايات وردت لكنها لا تخلو من خلل أولا هي متضاربة وثانيا ليست واضحة جدا فرواية تتحدث عن شعبان ورواية تتحدث عن ذي الحج وهما الروايتان اللتان نقلهما الطوس ونقول الطوس فيها مشكلة فيها مشكلة قد يقول شعي من أنني سأتمسك بأحد هاتين الروايتين من حقه ذلك من حقه ذلك لكنه لا يستطيع أن يقطع من أن التأريخ هذا هو التأريخ القطعي إذن منذ متى الشيعة تحتفل احتفالا جماهيريا واضحا في الثالث عشر من شهر رجب باعتباره مولدا لأمير المؤمنين الذي الذي يمكنني أن أقوله هذا الأمر يعود إلى قرنين من الزمان هذا الأمر يعود إلى الزمان القاجاري القاجاريون الذين حكموا إيران وأسسوا الدولة القاجارية في إيران وهم أتراك آذريون آذريون كما يقال عنهم وهم أتراك آذريون آذريون حكموا إيران بعد الدولة الصفوية بعد الدولة الصفوية قطعا بردح من الزمان القاجاريون في زمانهم بدأت الشيعة بالاحتفالات الجماهيرية في مولد أمير المؤمنين وتبنته الدولة القاجارية عيدا رسميا القاجاريون اتخذوه عيدا رسميا عيدا دينيا على أي شيء اعتمد القاجاريون اعتمدوا على ما تبنته الدولة الصفوية في آخر أيامها الدولة الصفوية في آخر أيامها في سنواتها الأخيرة اتخذت الثالث عشر من شهر رجب عيدا رسميا اتخذته عيدا لكن الأمر لم ينتشر انتشارا واسعا في الأوساط الشيعية الذين نشروا هذا الأمر في الأوساط الشيعية بشكل واضح واخذت الاحتفالات الجماهيرية تعقد في المساجد في الحسينيات في الساحات العامة كان هذا في الزمان القاجاري القاجاريون تأسست دولتهم في بداياتها وتأسست على مذابح مذابح مذابر على أي حال هكذا تؤسس الدول تأسست سنة ألف سبعمية وأربعة وتسعين ميلادي بعد هذا التاريخ وبعد أن ثبتت أركان الدولة القاجارية خصوصا في زمان القاجار المعروف الذي عرف بتدينه وتمسكه بالطقوس فتح علي شاه القاجار في زمانه انتشرت الاحتفالات الجماهيرية بمولد أمير المؤمنين وهو استمرار لما اتخذته الدولة الصفوية في آخر سنيها بعد وفاة المجلس في آخر سنيها الدولة الصفوية اتخذت هذا اليوم عيدا لكن الأمر لم ينتشر انتشارا واسعا حتى في إيران ولم ينتشر في العراق مثلا أو في الخليج أو في لبنان إنما صار الانتشار زمان القاجاريين وتحديدا في زمان فتح علي شاه القاجار واستمر الأمر إلى يومنا هذا فاتفاق الشيعة في الأجواء العامة على أن مولد الأمير هو في الثالث عشر من شهر رجب يعود إلى قرنين من الزمان صحيح أن المشهور في كتب علماء الشيعة من أن مولد الأمير في هذا اليوم هذه هي المعلومات والمعطيات الأساسية كما أراها في هذا الموضوع قلت لكم في بداية الحلقة من أن الدين محرف من أن الدين محرف بالكامل إلا أن نحتفل في هذا اليوم لأن كل يوم لا أقول يحق لنا يجب علينا وجوبا عقائديا أن نفرح بولاية أمير المؤمنين أن نفرح بمولد أمير المؤمنين أن نفرح بغدير أمير المؤمنين أن نفرح بحبنا لأمير المؤمنين أن نفرح من أننا زرنا أمير المؤمنين أن نفرح من أننا ننسب إلى أمير المؤمنين أن نفرح من أننا نقول إننا شيعة لأمير المؤمنين أن نفرح أن نجد آباءنا يحبون أمير المؤمنين وأن نجد أمهاتنا على حب أمير المؤمنين لا عذب الله أمي لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي فغذتنيه في اللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت منذي وذا أهوى أبا حسن علينا أن نفخر أن نكون في مقام الخدمة لأمير المؤمنين أن نكون في مقام العمل لإحياء أمر أمير المؤمنين علينا أن نفخر أن أعيننا تتشرف بالنظر إلى حديث أمير المؤمنين إلى روضة أمير المؤمنين إلى زيارات أمير المؤمنين ونحن نقرأها علينا أن نفرح بهذه الألسنة التي نطهرها بذكر أمير المؤمنين علينا أن نفرح بهذه الآذان التي نزينها نشنفها نعطرها أن تسمع ذكر أمير المؤمنين فرحنا بأمير المؤمنين لا يحده زمان صار هذا اليوم رمزا لميلاده إننا نفرح فيه ونفرح في كل يوم نجد قلوبنا تشتاق لأمير المؤمنين وتفيض حبا وحنانا باتجاه أمير المؤمنين هنيئا لنا إذا كنا نفرح هذا الفرح الدائم نذهب إلى فاصل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون إنها الآية الثامنة والخمسون بعد البسملة من سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون فليفرح هذه لام الأمر وقد دخلت على الفعل المضارع ولذا جزمته فأصل الفعل هذا من الأفعال الخمسة يفرحون حين دخلت لام الأمر الجازمة حذفت النون فليفرح دلالة على الوجوب القطعي الآية تأمرنا أن نفرح إنها تأمرنا أمرا واجبا قطعا الفرح لن يكون بالأوامر لكن الآية تريد أن تبين لنا أهمية الفرح عن أي فرح تتحدث الآية عن فضل الله ورحمته قل بفضل الله وبرحمته ماذا يقولون في تأويلهم في تفسيرهم لقرآنهم أقرأ عليكم من الكاف الشريف وهذا هو الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها صفحة 479 إنه الحديث الخامس والخمسون بسنده عن محمد بن الفضيل عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه قال قلت محمد بن الفضيل يقول للإمام الرضا قال قلت قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فماذا قال إمامنا الرضا بأي شيء هؤلاء يجب عليهم أن يفرحوا من الرضا صلوات الله عليه قال قلت محمد بن الفضيل يقول للإمام للإمام الرضا قال قلت قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فماذا قال إمامنا الرضا بأي شيء هؤلاء يجب عليهم أن يفرحوا قال بولاية محمد وآل محمد هو خير مما يجبع هؤلاء من دنياهم أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم محمد ابن الفضيل يقول لإمامنا الرضا صلوات الله عليه قلت قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال بولاية محمد وآل محمد هو خير مما يجمع هؤلاء من دنياه هذا هو الفرح الذي كنت أحدثكم عنه إنه فرح دائم مستديم ماذا نقرأ في تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان الرواية طويلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه صفحة ميتين وتسعين وما بعدها إمامنا الصادق يقول ثم قال ثم قال الله قل لهم يا محمد بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال الفضل رسول الله صلى الله عليه وآله قل بفضل الله فضل الله هو رسول الله قال الفضل رسول الله ورحمته أمير المؤمنين فبذلك فليفرحوا قال فليفرح شيعتنا هذا هذا فرح على طول الزمان والمكان على طول الخط قال فليفرح شيعتنا هو خير مما أعطوا أعداؤنا من الذهب والفضة والذهب والفضة عنوان للدنيا مما أعطوا من الدنيا مثل ما مر علينا قبل قليل في حديث إمامنا الرضا الذي قرأته عليكم من الكاف الشريف الفضل رسول الله والرحمة أمير المؤمنين فبذلك فليفرحوا قال فليفرح شيعتنا هذا هو الفرح الذي كنت أحدثكم عن أكان المولد في الثالث عشر أم كان في يوم آخر نحن فرحنا لن يقيده زمان ولن يقيده مكان لأن عهليا لا يقيده زمان ولا يقيده مكان ومن هنا فإن فرحنا إذا كان فرحا حقيقيا هذا هو الفرح الحقيقي أن تكون أن تكون القلوب مع علي نحن في الزيارة الجوادية إنها الزيارة المروية عن إمامنا الجوادي نزور بها إمامنا الرضا أقرأ عليكم من الجزء التاسع والتسعين من بحار الأنوار للمجلس الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الرابعة والخمسين من الزيارة الجوادية الشريفة هكذا نسلم عليهم السلام على شهور الحول وعدد الساعات إنهم هم الأيام هم الذين يقولون نحن الأيام فلا تعادون لا تعادوا الأيام نحن الأيام ونحن الشهور ونحن ساعات السلام على شهور الحول وعدد الساعات ما بين الشهور والساعات هناك الأسابيع هم الأسابيع وهناك الأيام هم الأيام وهناك النهارات هم النهارات وهناك الليالي هم الليالي ليلة القدر عنوان لفاطمة وهكذا سائر الليالي والأيام السلام على شهور الحول وعدد الساعات وكل التقسيمات ما بين الحول وبين ساعاتهم هم الفصول وهم الشهور وهم الأيام وهم الأيام وهم النهارات وهم الليالي وهم الساعات وهم الدقائق السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات نحن نتحدث عن هذه الحقائق إننا نتحدث عن محمد وآل محمد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فليفرحوا وخير مما يجمعون هني أهلنا إذا كنا نعرف هذه الحقيقة ولايتي لأمير النحل تكفيني ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني في حب حيدرة كيف النار تكويني كيف النار تكويني نذهب إلى فاصل